تصريح الثاني ينحل إلى تصريحين لأن صاحب التصريح يبني على تصريح سلف له كلاهما في كتاب الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم الأندلسي في المجلد الأول الصفحة 95 ينقل عن محمد بن نصر المروزي أن إسحاق بن راهويه إمام أهل الخلاف المعروف كان يقول من بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وآله خبر يقر بصحته ثم رده بغير تقية فهو كافر الأحاديث الواردة عن المهدي عليه السلام أو الواردة في المهدي صحيحة أم غير صحيحة كلهم نصوا على صحتها متواترة أم غير متواترة كلهم نصوا على تواترها فطبق هذا القول أو هذه القاعدة كلام إسحاق بن راهويه طبقه على تلك الأقوال تكون النتيجة ما هي أن منكر المهدية عليه السلام وهذه الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله في شأنه يكون ماذا كافراً إلا أن يكون عاملاً بالتقية بكري إسحاق بن راهويه هذا هم جيد شوف شوف أعيد عبارته حتى يعرفون المساكين من أهل الخلاف شوفوا يا إخواني يضحكون عليكم يقول لك التقية هذه واللي بعضهم سميها تقية التقية هذه بس عند الشيعة المنافقين الكفرة لا يا أخي عندكم تقية كذلك عندكم تقية شوف هذا إمامكم إسحاق بن راهوي ليس رافضياً ليس شيعياً أئمتكم الكبار يقول من بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وآله خبر يقر بصحته ثم رده بغير تقية هاي خلي تحت خط بغير تقية فهو كافر يعني إذن التقية بس عندنا لو أيضاً عندكم يعني معنى كلامي المفهوم المخالفة إذا طبقنا أنه من عمل بالتقية فأنكر حديث النبي وأصلاً كفر بالنبي صلى الله عليه وآله موالشكل فهذا جائز لأنه في حالة التقية يعني تحت الإرهاب تحت الضغط تحت الإكراه فلا إثم عليه فإذن مو بس إحنا اللي عندنا تقية انتهم عندكم التقية وأخواتها كذلك إذا إحنا عندنا بس تقية انتوا عندكم التقية وأخواتها إحنا عندنا فقط تقية ما عندنا أخواتها تقيتنا ما هي نقول إن الفرد المسلم إذا كان تحت الضغط والإرهاب تحت الاضطهاد فيقال له قل بغير الحق نطلق صراحك له أن يعمل ذلك له أن يفعل ذلك رخصة من الله عز وجل إلا أن تتقوا منهم تقاتل هذا الذي نقول أما المشكلة عند البكرية شنو؟ التقية وأخواتها أيضا وأخواتها يعني يجوزون مثلا الكذب على من يخاصمهم مذهبيا هذا موجود اقرأوا في فقه أهل الخلاف يقول لك يجوز الكذب مثلا على الفرق المبتدعة اكذبوا عليهم فهذا عن تقية أنتم تفعلون ذلك أم عن أخواتها وبنت عماتها وبنات عماتها وبنات خالاتها وأحيانا يكذبون من أجل المنافع لا من أجل دفع المضار نحن عندنا من أجل دفع المضار ليس من أجل المنافع واحد يجوز يقول غير الحق أما هم لا يقولون غير الحق من أجل المنافع يعني مثلا شيخ الأزهر هذا الأزعر قبل ما يسقط حسني مبارك يطلع بالتلفزيون إلى ليلة استقالة حسني مبارك إلى ليلتها أنا بنفسي شايف بالجزيرة طالع يقول أن الاعتصام في ميدان التحرير حرام خروج على ولي الأمر وهذه فتنة ولا يجوز ليلتها صدقني ثاني يوم الصبح حسني مبارك يتنحى ثاني يوم طيب ليش؟ لأنه يريد أن يستجلب المنافع ثاني يوم الصبح يعطوا بومبا مثل ما يقولون استقال حسني مبارك خلاص تنحى طلع بنفس الليلة نفس الليلة تخيل بالليل مؤتمر في الأزهر قاعد هو كم واحد ويام الرحمة لشهدائنا الأبرار والثورة المجيدة وكان نعم العمل وما أدري كذا يبارك لهم نزين إجا محمد مرسي مع محمد مرسي راح محمد مرسي إجا السيسي مع السيسي يروح السيسي يجي واحد آخر مع هذا الواحد الآخر مو الشكل هذه تقية أم منافع هذه أخت التقية مو التقية هذه بنت خالة التقية بنت خالة عم ما أدري من هو التقية تطلع مو تقية هذه هذه ما عندنا بحمد الله تعالى إلا عند الشذاذ والمنحريفين هذا موضوع ثاني بس أنتم إمام الأزهر يعني المرجع الديني الأعلى عندكم المفروض إذا هذا حاله واحد حمارة جلكم الله يركبه من يركبه أي حاكم يأتي يستغل يجيبه كأي مركوب يعني يمشي له حاجياته لماذا تهاجموننا وتقولون أنتم أهل التقية أنتم أيضين أهل التقية إسحاق بن راهوي من أهل التقية يقول بغير تقية من أنكر حديث النبي بغير تقية فهو كافر فإذا كان بتقية يعني شنو؟ مؤمن تريدون أن يعني لابد أن تلجئون يوما ما إلى أن نعاملكم بالتقية على رؤوسكم يعني نجعلكم أنتم تتقون تريدون أن نوصلكم للمرحلة التي أوصلكم إياها بعض شيعة العراق وشيعة بغداد في القرن الرابع مثلا وغيره من القرون الذهبية الشيعية اللي كان المخالف لما يأتي أمام الشيعة لا يستطيع أن يذكر أبا بكر وعمر بخير فيفتي له علمائه كابن عربي بجواز التقية في ذلك حتى لو تروح تلعن أبو بكر وعمر بس حتى تمشي حالك تريدون أن نوصلكم إلى هذه المرحلة نحن نريد الكل يعيش حرا اللي مؤمن بأبي بكر وعمر واللي يبرأ من أبي بكر وعمر الكل له حرية فليعبر عن رأيه لا مشكلة أما استمراركم في هذا الجور والإرهاب والضغط والإجرام سلب الحريات والحقوق من الشيعة الرافضة تقولون لا حق لكم في المجاهرة برفض أبي بكر وعمر ومن أنتم من أعطاكم هذا الحق هل يجوز لنا نحن أن نعاملكم بالمثل فنفرض عليكم التقية أدونا لا حق لكم بالتظاهر بشعائركم عندنا لا نريد ما أدري مجالس الحسين واللطم على الحسين في شوارع القاهرة وفي مسجد الحسين عليه السلام في القاهرة ومن أنتم بأي حق تمنعوننا من ذلك إما أن نقنعكم وإما أن نقنعكم بالصوت على رؤوسكم يرفوا حجم أنفسكم رحم الله أمريان عرف قدر نفسه بأي حق أنت تمارس هذا الإرهاب الفكري على الآخرين تمنعوا من المجاهرة بعقيدته هذا أمر لا يحل حتى بحسب القوانين الوضعية حتى بحسب الدساتير العالمية المواثيق الدولية من حق كل إنسان يعبر عن عقيدتي كيف حره يريد يبكي على الحسين يلطم على الحسين يطبر على الحسين أن يسيل دمه على الحسين عليه السلام يريد أن يعقد ندوة ويكتب فيها عائشة في النار وأقدم الأدلة في ذلك كيف حر رد عليه بالمثل حرية هذا هو المطلوب نحن أيضاً بيدنا بلاد تقبلون منا أننا نمنعكم من إقامة مسجد في بلادنا تقبلون الآن لو هذا الآن الجيش العراقي مثلاً دخل الفلوجة وراح منع المساجد البكرية كلها هي الفلوجة يسمون مدينة المساجد مو الشكل منعها يقول لا ممنوع خلص نحن نفرض بالقوة نفرض ممنوع خلص ماكو الآن شهر رمضان صلاة تراويح ممنوع بدعة في عقيدتنا نحن شنو بدعة صلاة تراويح عندنا نحن بدعة هم عندهم سنة بدعة يعني بدعة سنة وسنة بدعة كل واحد من زين شلون صارت سنة بدعة والبدعة يقول لك بدعة حسنة هو أكو بدعة حسنة طيح الله حظكم بدعة سيئة دائما ماكو بدعة حسنة يقول لك يلا بدعة حسنة مو مشكلة لأنه عمر قال زين الآن هي عندنا حرام مئة بالمئة حرام بدعة محدثة منكرة ومن يقوم بها في النار يكون لكن هل يجوز لنا نحن أن نفرض عليكم بالقوة بالحديد والنار نفرض عليكم الامتناء عنها ما نفعل أمير المؤمنين عليه السلام في الكوفة منع البكريين من إقامة صلاة التراويح المبتدعة فعارضوا ذلك وسيروا أشبه بمظاهرات يقولون السنة السنة و سنة عمراء كان يقولون و سنة عمراء ما أدري هذا عمراء وين رح يوديهم بالأخير إلى جهنم وبئس المصير أمير المؤمنين قال خلاص دعوهم و تركوه حرية منهجه علي بن أبي طالب هو الحرية مع أنه هو الحاكم يستطيع أن يفرض عليهم بالقوة ما فعل نحن على منهاجه بأبيه و وأمه و لذلك نعاملكم بالرحمة ننصحكم نعم نذيع في أوساطكم نقول هذه بدعة و نقيم الدلائل على ذلك من يقتنع يقتنع من لا يقتنع حر خلص يريد أن ينشئ مسجدا تقام فيه هذه الصلاة المبتدعة حر لا إكراهة في الدين ترجمة نانسي قنقر